فإذا هو يدعوك إلى السماء وطريق السماء هو يسوع المسيح وليست أي طريق آخر حاول الإنسان من بداية الأيام يصنع دين من ابتداء من آدم لكن عندما غوى آدم الله أعطى الوعد المسياني أنه سيأتي مستقبلا من نسل المرء الذي سيصحق رأس الحية الذي هو إبليس وفعلا في ملء الزمان جاء المسيح ومات على الصليب وقام من الأموات حتى فعلا يقدم لنا خلاص كامل ثم نرى ديانة قائن كانت ديانة ذاتية كانت ديانة تعتمد على الأعمال فرفضها الرب وهذه الديانة كانت مرفوضة من القديم لكي الله اختار فكرة الذبيحة وأن الشخص يأتي بالإيمان بيضع يديه على رأس الذبيحة وكأن الخطيئة تنتقل لأن الكتاب يقول بدون سفك دم لا تحصل مغفرة للخطايا فإذن رغم كل محاولات التقوى وحتى الذبيح اللي كانت بدون إيمان وحتى الأعمال الصالحة النموس شريعة تحكم على الإنسان ليس من يفعل صلاحا ليس ولا واحد وبعدين بقول يعني الرسول يعقوب عن أي شخص إذا حافظ كل النموس كل الشريعة أخطأ في واحدة يعني واحد صغير من الشريعة يكون مجرما في الكل لأن الله قدوس لا مجال للشر الله قدوس لا مجال للكذب الله قدوس لا مجال للرياء الله قدوس لا مجال لمظاهر التدين الخارجي الله قدوس يعرف فنوره الكاشف ساكن في نور لا يدنى منه فهو يعرف ما في قلبك ويعرف ما هو دافعك وبيعرف النية من جوه فإذن ما هيش مسألة حسنات وسيئات الله بيحطها في الميزان الله أكبر من هيك إحنا منقيس هذه الأعمال في المستوى الإنساني البشري لكن أمام الله كلنا متساون كلنا في الموازين إلى فوق ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر